أحسن الله إليكم أو أباح هذا أن الرسول حرم أو أباح فهذا تقول على الله وعلى رسوله فلا يجوز لأحد أن يدخل في الفتوى إلا عن علم وبصيرة ومعرفة بالأدلة وهذا شأن العلماء ما هو شأن المتعالمين أو الجهال أو المبتدئين في طلب العلم هذه أمانة لا يجوز للإنسان أن يقحم نفسه في الفتوى وهو ليس من أهلها وأيضا يغرر بالآخرين ربما أنه يوقعهم في الخطأ ويكون هذا بسببه وفي ذمته مع أن العالم العالم الذي عنده استطاعها للفتوى الأولى أن لا يدخل فيها إلا عند الضرورة إذا لم يكن هناك من يتولاها غيره فإنه يتق الله ويفتي بحسب ما يظهر له من الأحكام الشرعية بأدلتها نعم